أغطت قبل قليل طائرة على مدرج مطار كما كنا قد رصدنا عبر الكاميرا وهي هذا المشهد يتكرر خلال اليوم إن كانت طائرات تغادر أو طائرات تصل إلى بيروت طبعا هذا المطار يعني هناك خطورة لعمل شركة الطيران الشرق الأوسط التي استمرت بالعمل رغم بأنه أحيانا بعض الغارات تكون على مسافة قريبة من المطار حتى الآن هذا المطار لم يستهدف ولكن في الأوين الأخيرة كان هناك إضافة إلى طيران الشرق الأوسط كان هناك الطيران الإيراني وأيضا الطيران العراقي الشركة العراقية كانت قد اتخذت قرار بوقف رحلاتها أما الطيران الإيراني توقف بعد أن كان هناك رصد لتدخل إسرائيلي به شبكات الطيران ومن بعدها كان هناك تهديد بأنه سيتم استهداف الطائرة بحال هبطت في مطار بيروت بعد ذلك غادرت الطائرة وتوقفت جميع شركات الطيران معدى طيران الشرق الأوسط أيضا هناك بعض كانت معلومات تحدثت بأن العراق كان قد تلقى انذار بأنه لن يتمكن من إرسال مساعدات إلى لبنان إلا في حال هذه المساعدات كانت تخضع لرقابة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأن هناك تخوف لدى تلك الدول من أن يكون هناك تهريب سلاح لحزب الله من خلال إيصال تلك المساعدات ولكن غير ذلك هذا يعني رحلات الطيران مستمرة رغم كما نرى رغم بأنه على المشهد الآخر أو الجزء الآخر من الصورة يمكن أن ندى طبيعة الوضع الأمني في بيروت وفي ضحية بيروت الجنوبية كان هناك أيضا حديث بأنه المطارات مثل مطار لقليعات الذي لطالما كان هناك مناشدات لفتح المطار في شمال لبنان بأن هناك إمكانية عبر إجراء بعض العمليات التحسينية لمدرج المطار هناك بأن هذا المطار يمكن أن يتم تشغيله بأي طريقة ممكنة في حال كان هناك لا سمح الله استهداف لمطار بيروت شكرا لك غنوة لكل هذه الإضاحات والتفاصيل من بيروت رفقتنا مرسلة الحدث زميلة غنوة يتيم شكرا لك